نشر في الحساب الرسمي لسماحة القائد سيد مقتدى الصدر أعزه الله اليوم السبت العاشر من شهر آب لسنة 2024 تغريدة جاء فيها باسم الإنسانية إني مقتدى محمد محمد صادق الصدر أطالب الحكومات العربية والإسلامية والدول المعتدلة والمحبة للسلام بالضغط على أعضاء مجلس الأمن الذي سينعقد خلال الأيام المقبلة بطلب من الدولة الشقيقة الجزائر ومطالبتهم بإصدار قرارات ملزمة وفورية لوقف انتهاكات حقوق الإنسان وقتل الأبرياء في غزة الحبيبة ومطالبت العدو الصهيوني بوقف فوري لإطلاق النار دون قيد أو شرط وكل ذلك يمثل ضمير الأمم والشعوب الحرة وعلى هذا وقعته ترجمة نانسي قنقر